تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري شعبها انتخابات تصرح جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن فيه صراحة عن دور تركيا الفعال والذي تريد أن تلعبه في قادم الأيام بإدلب وكانت تركيا قد اتفقت مع الجانب الروسي على إقامة منطقة معزولة السلاح بعرض 15 لـ 20 كيلو متر لتعلن بعد أيام عن إرسال تعزيزات عسكرية جديدة لنقاط المراقبة الـ 12 في إدلب تصريحات أردوغان عقب اتفاق إدلب حول انسحاب الجماعات المتطرفة من هناك وتلويحه أمام الروس بإدارته لعملية نزع السلاح من الفصائل وإبعاد المتطرفين توضح مدى فعالية قواته في الشمال السوري ومدى قدرة استخباراته على تنفيذ مقررات اتفاقهم مع الروس هذه التصريحات كانت بعد تواعد أردوغان بتوسيع عملياته العسكرية على الحدود السورية حتى العراق وتطهير مدينة منبج من الإرهابيين ليؤكد بأن تركيا ماضية في تعزيز سيطرتها على مناطق الشمال السوري ومحاربة أعدائها من التنظيمات الكردية التي تهدد أمن تركيا آخر هذه التهديدات كانت اليوم عندما قتل سبعة جنود وأصيب آخرون في ولاية بطمان التركية بتفجير عبوة ناسفة موسيقى